الأسود في اتجاه معاكس ميسي بالعين يجب أن يكون في هذا المعصر لكي يجب أن يجب اليورو غطى إعلاميا على الكوبا أمريكا بل بالزل من الشركات التلفزيون فراءت خلاصة للحقوق من نقل الكوبا أمريكا ولكن مع ذلك هذا الأمر لا يمكننا أن نتكلم عن معركة تاكتيكية وقعت في الفينال بين كولومبيا و كذلك الأرجنطين كان لدينا جوجة الفراق للأرقام المتوازنة حيث أن كولومبيا تلقى جوجة الأعداف طوال مشوار في البطولة بدون احتساب العدف لتلقاته الفينال والأرجنطين تلقى عدف واحد في البطولة الأرجنطين تكون كبطلة أمريكا للمرة الثانية على التوالي و تتحقق قرام القياسي في هذه البطولة حيث أن الرقم القياسي كانوا 15 لقاب بالنسبة لأوروكواي و كذلك الأرجنطين ولكن الأرجنطين تكون لديها 16 لقاب في الكوبا أمريكا و تضع مرة القياسي من حيث الأعدد الألقاف في هذه البطولة فالمعركة الفينال ستمرت 112 دقيقة و في هذا الفيديو سوف نعرف على أهم التكتيكات التي تجعله على أن المعركة لا بين الفريقين السامر حتى الأشوات الإضافية فنبدأ على بركته الله نذهب إلى تقنية الفيديو و هناك نرى أن الأرجنطين في الحالة هذه الاستحوات كذلك تخرج الكربة 4-3-3 في حين أن كولومبيا كانت توقف تنظيم دفاعي و هناك نرى أن تكون لديها 3-1 جوج كما تلاحظون في المشهد ربعة من اللاعبين في الخط الخلف الذي يبانون في هذا المشهد ولكن سوف نتكلم على اللاعبين من الخط الوسط الذي كانوا لدينا 3 سوف تلاحظون أن كل من اللاعب من الخط الوسط شاد لنا لعب ولكن لدينا واحد اللاعب الذي يعمل على لعب العلامة الحمراء لعب حر كما تلاحظون تماما شاد لنا تشي لعب و سوف نعرف الفائدة من بعد إذن هنا كان لدينا خامسة اللاعب كلاعب الذي يريف في المكان و جوج المواجمين في المقدمة جوج المواجمين في المقدمة كانوا على أتم الاستعداد لأنهم يضغطوا على قلوب الدفاع الذي لديهم الكرة في نفس الوقت سوف يجربوا واحد المصار الذي يمنح أن يفتزادك السن الأسود لكي لا يجعل الكرة تصل نحو الأدائرة فيما أن خامسة اللاعب سوف يضغط على اللاعب الذي يحمل رقم الساة أو الأول كسر للفريق الأرجونسي خلف اللاعبين في الخط الوسط يكونوا ضد أي سقوط مفاجأة لوني المسيما في المساعة في المركز أو أي خطأ فردي من اللاعبين الذين يضغطوا في المقدمة الخطة الجنونية للكولومبي هو أنهم يضغطوا منذ البداية وضغطوا على الأرجنتين ويعطوا البناء بطريقة كانت بصراحة محكمة و سوف نرى كيف خامسة ردريقز لم تكن لديك صلاحي على أنه يراقب اللاعب الكسر للأرجنتين ولكن كانت لديك صلاحي أنه يضغط على الحارس لمشت له الكرة من الذي يخرج يضغط على الحارس فهذا يخرج هو عام الغطاء الضالة للاعب الأرجنتين فبالتالي هنا يكون مغطي على الزاوية فبالتالي هنا الحارس كلعب الكرة التي هي مباشرة وهنا كولومبيا ترجع إلى حالة للاستحوات قصنا نرى مهمة في الاستحوات الأرجنتين هو أنه مغم الضغط هذه الكولومبيا فهيكون عند الخياد توجد أحد الأضعر الذي يكون عندنا حر مثلا القلب الدفع الأيصر هو الذي عنده كرة في الجهة اليسرى فهنا عند الخياد يتمنى توجد الضهر الأيمن لأنه حر في الجهة اليونة فهنا يبقى السؤال ماذا سيقع إذا لعب الكرة توجد الضهر الذي يكون حر عنه في الحالة هذه الاستحوات هذا هو المشهد الذي سيضح لنا هذه النقطة حيث أن قلب الدفع الأيمن والذي عنده كرة وروميرو إذا لعنا الضهر الأيصر في الجهة المقابلة لعنا حر لعده مع تنظيم الدفاع منتخب الكولومبيا وروميرو لعب الكرة مباشرة توجد الضهر الذي لعنا حر في الجهة اليسرى فهنا الخط الوسط كاما يتحرك الذي يكون مستعد لكي يتحرك بذلك الطريقة كذلك المهاجم يحتاج لكي يكون ضد أي تأخر من الخط الوسط إذا لم يصل في الوقت فهنا يكون المهاجم كلاعب احتياطي وكما تلاحظون نتيجة هذا الشكل وهنا الأرجنتين سترجع الكرة إلى الخلف لاحظوا أن المهاجم ملاعب الظهر كذلك لاحظوا أن الخط الوسط الذي كان في الوسط يتحرك عن هذا اللعب لكي يعمر عليه كذلك لاحظوا أن ينتقل علامة إكس لكي يكون ضد أي سقوط مفاجأة مثلا الفارد أو كذلك ويبقى عن هذا اللعب الخط الوسط البعيد في الجهة المقابلة حر وعندما الأرجنتين رجعت الكرة إلى الخلف هنا كولومبيا ترجع إلى إعادة تشكيل فهنا خط الوسط يرجع إلى المكان وعندما يقولون أن كولومبيا ترجع إلى التنظيم الدفاعي وتكمل في الضغط في هذه الحالة وخيبت الكسر الأرجنتين ويتفاكم من خامسة رودريغيس فهنا هنا لا يوجد تأثير على الفريق الكولومبي والتنظيم الدفاعي لاحظوا أن هناك غلق المركز للاعبين فبالتالي يحتال اللعب وعلى أطراف تجاه الأضرار لفتح بهم الملعب فلاك تلاحظوا تلاحظوا اللاعبين لإستعدادهم لأنهم ينتقلوا لديك الضائر فهنا الحل الذي لديك الكسر هو أنه لعب الكرة على أحد قلوب الدفاع وأن المهاجمين كيف قلناك يكونوا على تم الإستعداد لأنهم يضغطوا على قلوب الدفاع بالتالي هناك اللحظة لأن هذا اللاعب أرجنتين هو رودريغيس يرجع إلى الخلف ولاحظوا هذه الحالة بل هذا المهاجم كان يضغط على روميرو ولا يكمل ضغطه للحارس وبذلك الطريقة سيكون مغطي الضائر على روميرو وهنا اللاعبين في الكولومبيا كانوا مثل الأدوار وكانوا يعرفون المطلب منه في الضغط على منطقب الأرجنطين والهدف كان واضح كيف قلناه هو تعطي البناء إذن الحارس سألعب الكرة والدفاع الآخر وهنا من جديد المهاجم كان مستعداً لأنه يضغط عليه ونلاحظ أن يخلق الفضاء لأنه ينتقل عندك الضائر وهنا سيخلق الفضاء على منطقب الأرجنطين والنتيجة هو أنهم سيسترجعوا بعد أن يخلقوا الفضاء عليهم فالهدف في الكولومبيا لم يكن فقط هو تعطي البناء منطقب الأرجنطين بل كانوا يفرضوا وكانوا يلاعبوا كرة مثلاً في هذه الحالة ستلاحظوا معي أن خامسة رودريقية خارج من نصف طريقة ومغطي الزاوية تتمرير على اللاعب الكاستور في الأرجنطين وهذا يخلق على أن اللاعب الكرة مباشرة توجد الظاهر لأنه حر في الجهة اليوم التمرير هذه التي تكون في السماء طويلة تكون عندها وقت كبير وهذا هذا يخلق على أن اللاعبين في الخط الوسط ولا سواء المواجم يدوروا عندك الظاهر وبالتالي يسترجعوا الكرة وفي المنطقة للأرجنطين فهذه الفكرة كانت واضحة عن كولومبيا ولكن كيف قلنا في البداية هذه معركة تاكتيكية أرجنطين أول فكرة أول فكرة هو أن اللاعب الخط الوسط ستراجع ونلاحظوا أن إنزو فنانداز ستة في الأرجنطين سألعب الكرة توجد روميرو وعفوان ونالديبول ستسقط فأن الكرة تكون دائزة عنديبول بحكم أن المواجم هو الدفاع لأن الكرة لا يوجد لديك الظاهر لا يوجد لديك الظاهر لا يوجد لديك الظاهر لكن هناك أيضا لديك الظاهر سأجد لماذا لديك الظاهر من لاعب الخط الوسط لماذا لديك الظاهر الجووج واضح لأن خط الوسط لا يستطيع تتعرض لا يوجد خيارات لا يوجد لا ينظر الضهر الذي قلنا سابقا على أنه الذي يكون لديه سيجعله لا ترى فبالتالي هنا نرى أن ديبرو يتقدم بالكرة ومع ذلك سوف نتعرف نقطة كارثة في البداية في الفيديو وأن هذا اللاعب الخط الوسط الذي يكون في الوسط يبقى عنا حر فبالتالي هنا كولومبيس قد تتعافى نسبيا مع هذه الخطة التي خدمتها الأرجنسي في هذه اللحظة ومع ذلك أتعرف الأفو في هذه اللقطة لن يجعله أن يكون حر في هذه اللقطة كما تلاحظون أن يتخلي ميسي في هذه المكان هذا فارغ أفضل منطقة من أجل التسجيل فارغة تعتبرها خطأ فادح ولكن الفكرة العامة هو أن كولومبيس قد تتعافى من هذه الخطة جديدة التي تتعافى الأرجنسي في هذه اللحظة الخطة الثانية التي رأينا في فصل المباراة هو أن إنزو فرنانديس يتراجع بشكل عمق جدا مع قلوب الدفاع الأرجنسي كما تلاحظون معها لأن روميرو مستحويد على الكرة يضغط على المواجم في كولومبيا ولكن هنا إنفو يلعب الكرة توجه الكسر الأرجنسي التي تراجع مع قلوب الدفاع فهي سعيد على أن يلعب الكرة توجه الطاهر لأنه حر يعني بدلا من أن يجب التمرير التي ستكون طويلة فقط بتمرير التي ستكون فقط في الأرض ستكون سريعة وكذلك كافية لأنه يتخلص من الضغط من المنطقة بكولومبيا الفكرة هذه كذلك رأينا إحدى صوت ثاني في اللحظنا على أن ماكاليستير ستتراجع كما تلاحظون مع إنزو فرنانديس ستكون هناك زيادة العددية على 5 رودريغيز كما تلاحظون هنا يعني هنا رودريغيز كحير وشيشة لينا ماكاليستير أو شيشة لينا إنزو فرنانديس الذي هو الستة الأصلي من المنطقة الأرجنسي في هذه الحالة هذه الكرة توجد مع ماكاليستير وفي هذه الحالة تبعود لعب الخط الوسط في كولومبيا هنا لاحظنا على أن الكرة توجد ضائر الحر ومع ذلك لاحظنا على أن كولومبيا محصفة بالثلاثة في التحول والانتقال من جانب إلى جانب لذلك هنا الأرجنسي كان ضروري يخصو على الخطة التي هي بديلة لاحظ ما يحتاج هنا خمس رودريغيز كما تتخلع إنزو فرنانديس ورجع لأنه يغطي على الجانب لمشات له الكرة وهنا من الجديد الأرجنسي ترجع الكرة إلى قلوب الدفاع وهنا أريد أن ترجع إلى نفس الحالة التي بدأنا في هذا الفيديو ونحن في دقيقة 47 وعلى المسطول مناحة 112 دقيقة من بعد أن ترجع الأمور الأزيرو هنا أريد أن الأرجنسي بنفس الفكرة سوف تنقل قرب هذه الطريقة تجاه الظاهر الأيصر هنا سوف تشد الخنق على الأرجنسي ولكن هنا سوف تظهر شيء جديد هو اللعب الزوكر ليوني الميسي ميسي هو الزوكر الأرجنسي في هذه الحالة سوف يعمر لنا طرف الأيمن وهنا هذا اللعب الخط الوسط لا يستطيع أن يتبع ميسي لأنه يوجد ديبول في السم الأسود في التجاه معاكس ميسي بالعين ديبول ميسي في هذه المعصر لأنه يضيف مع هذه اللعب الخط الوسط ويوسع في المساحات التي تكون كبيرة بالنسبة لوني الميسي لاحظ ما يوجد ديبول وأن هذه اللعب الخط الوسط لا يستطيع أن يكون قريب بالنسبة للميسي لأن ديبول سوف يكون شكل خطورة في ذلك الجهة في هذه الحالة سوف يرى المساحة في هذا الجانب إذن لدينا ميسي والذي يستقبل الكورونا وي يستطيع القدام مع الضائر الأيمن كما تلاحظون في هذا المشاهد لاحظوا عن فرق بين المشاهد ترى المساحة التي تكون في الجهة المقابلة لا يوجد أي شيء لعب ولكن ميسي هو الجوكر في هذه البطولة وكان كعنصر صغير في المنظومة الارجنطين وخدمة كبيرة مع السكالوني لأن ميسي يكون جزء من المنظومة الفريق وهذه الخدمة التي تدرت مع ميسي بصراحة لم تدرت مع الونادو في البرتغال ولكن حاليا بالنسبة للسكالوني كانت كخدمة كبيرة الارجنطين بتنظيم دفاعي 4-4 جوج كانت كخدمة زيادة العددية في خط الوسط يعني 4-4 جوجة الارجنطين مقابل 3-3 جوجة الارجنطين لذلك كان ينضم لهم 5 جوجة لأن 5 جوجة لديهم الحرية الكاملة في هذه الحالة هذه الدمارية وما يرقب لنا تسلعب ولكن الكرة لم تشاهد مثلا عن الظاهر الأيمن فخط الوسط الرباع الارجنطين ستتحرك لذلك الجهة ومنها الدمارية يرقب لنا هذا اللاعب في تسلق الحرية للظاهر البعيد في المنطقة كولومبيا بالنسبة للمواجمين الارجنطين والفارس والميسي يعملون بعض الطريقة مثلا الفارس يخرج لأنه يضغط على قلوب الدفاع في ميسي وما يرقب لنا الرقم السائع والكسر في كولومبيا كما تلاحظه في هذا المشاهد وهنا الفارس يوجد جهود إضافية على ميسي فهنا سيضغط على ميسي لأنه يوفر التوازن وأنا ستلاحظه على ميسي لأنه يرقب لنا اللاعب الذي يحمل الرقم 6 لكن ميسي لم يكن يقوم هذا الأمر هذا طوال أطوار المباراة حتى هذا اللوقت فهنا نلاحظه على أن الفارس يضغط على خامس من بعد ميسي وهنا نلاحظه على أن يوني لم يكن يضغط على اللاعب الكسر في كولومبيا فبالتالي يبقى عندنا حر خامس سيأتي الكرة توجد الضائر والضائر سيأتي الكرة توجد اللاعب الكسر بدون أنه يضغط على ميسي وهنا كانت تدياز عنده الحر لأنه يجول في مبغا ونمشى خلف الخط الوسط سيأتي الكرة وسيأتي اتكمل لأجمال خامس رودريغيز ودياز والملوى إلا كولومبيا لتكون لديهم الحرية الكاملة والاستخدام الأمور لأنه خامس سيأتي الكرة ونمشى الخط الوسط من أرجنسين لأنه يضغط الكرة وللاحظه أن هذه المواجمة يتم استقابل كرة ويكون لديها مؤسسة المنصدين أسيطين سيأتي أرجنسين لأنه ودياز سيقرب عندهم من جديد وبالتالي سيقوم بإمامها التنائية كما تلاحظون هنا مع خامس رودريغاز سيقوم بإمامها التنائية و ستعود إلى خامس وبالتالي سيصنع الكرة تجاه المهاجم لأن تتعود الكرة تجاه الظاهر البعيد وكذلك اللاعب في الخطل وسط الكولومبيا و ستكون كمحاولة خطيرة على الأرجنسين ومن بعد رأينا أنهم تعتم حرية قصوى ومع شغل المكان لللاعبين الثمانية والثمانية تحول خلف اللاعبين الخطل وسط الأرجنسين لاحظوا معين تموقع ديازو كذلك خامس وكيف قلنا على أن اللاعبين خطل وسط الأصليين ومن اللي هو خلف اللاعبين في الوسط الأرجنسين فهذا الحال أكبر أن يستغلون الفترة للمهاجمين يتعرضون على حامل الكرة لكيف تحدثوا كممارات ثمرين من خلفهم وأنا بالإمكان على أن اللاعبين اليوم خامس رودريغازو ديازو يلعبوا الكرة وجه اللاعبين خطل وسط لوقفين خلف اللاعبين ولكن مع ذلك لاحظوا الاستعداد للقلب الدفاع لانه يضغطها لأحدهم وكذلك الخط الوسط الأيسر لتهوك مستعد باش انه يدخل في اي الاتحام دفاعي لذا هذه القضية لم نرى ختمات مع المنتخب الكولومبي فتالي كان في الفيديو اليوم تكلمنا على بعض الأفكار الرئيسي التي كانوا من المباراة للأرزنسين وكولومبيا كتمنى على انكم لا تتوقفوش على الدعم دينا نتلقى في حلقة مقبلة إلى اللقاء